موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة أصعد الله صباحكم بكل خير هذه الجلسة الثانية لمجلسكم المقر التي تتم عن بعد فحياكم الله ننتقل إلى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة فإذا هناك أي ملاحظات إذا لم تكن هناك ملاحظات فتعتبر المضبطة مصادق عليها ننتقل إلى بند الرسائل الواردة الأخذ الأمير العام تفضل الرسائل الواردة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 18 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب اختار المجلس بأحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل المادة ثلاثة من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان المرفق للمرسوم رقم 3 لسنة 2020 اختار المجلس بأحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السؤال موجه إلى صاحب السعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع والمقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها للانضمام لبرنامج الضمان الصحي الوطني الذي يشرف عليه المجلس لعلال الصحة ورد سعادة الوزير عليه لاختار المجلس شكرا معالي رئيس شكرا جزيلا إذن ننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم لقم 41 لسنة 2019 الأخ المقرر معالي رئيس أطلب مجلسكم الوقت تثبيت تقرير في مضبطة الجلسة على اليوم الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة أغلبية موافقة تفضل استمر في قراءة التقرير شكرا معالي رئيس معالي رئيس تردست لجنة مشروع القانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم لقم 41 لسنة 2009 وقد تم تبالي لرجات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ومثله وزارات الداخلية والمستشار القانوني للجنة وطلعت اللجنة كذلك على رقل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي انتهى إلى استلامة مشروع القانون للناحيتين بسطورية والقانونية كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومحقاته بشأنه اتهلت من شروع القانون فضلا مع الانفاجة من 24 مادة تناولت المادة الأولى منه تعريفا لبعض المصطلحات الواردة فيه أما المادة الثانية فقد أجازت للمزارة الداخلية قمول المتطوعين للعمل في خدمة الأمن العام وجاءت المادة الثالثة بالشروط الواجب توفرها لقمول المتطوع أما المادة الرابعة تتعلق بإنشاء لجنة شؤون المتطوعين وتطلقت المادة الثالثة إلى أقرام المزارة لعقلها كم التطوعي مع المتطوع في حين استعلقت المادة الثالثة المهام والأعمال والمجالات التي يشارك فيها المتطوع وقاءت المادة الثالثة بضرورة موافقة الجهات التي يتبع وتطونون عن استدعاهم من التأبيب أو العمل أما المادة الثامنة فقد بيّنت البرامج التربيبية التي تحضرها الأكاديمية الملكية للشروحة وإن جهة الثالثة يحددها وزير النقلية لإحداث تأييد التطوعين وحددت المواد من 19-11 وقوق المتطوعين وراتبهم وعجبت قادة 12 على المتطوع قبول مباشرة عمله قبل مباشرة عمله عاصف تأييد اليمين المنصوب عليه وجاءت المادة الثالثة عشر لتحديد واجبات وانتزامات المتطوعين وقبل المادة الثالثة المتطوعة مكلمة من تاريخ قبول التطوع ما لم يقبل طلب اعفاه هذا وقد بيّنت المادة الثالثة عشر حالات أقوى المتطوع فيما أوضحت المادة الثالثة عثار انقطاع المتطوع عن التقريب أو العمل بدون عذن أو إذن قائمي قبل قبول طلب اعفاه من التطوع وعجازة المادة الثالثة عشر لوزير من المتطوعين الأوسمة والشهدات التقديرية والأنوار ناظراً من الأعمال التي يقومون بها من بطولته وشجاعة وأبدام ومنحت المادة الثالثة عشر المتطوع عولوية الانتحاق بل خدمته بأمول الأمن العام أو التوظيف بصبته المدنية إذا استوفى شروط الشغل المظيفة كما منحت المادة الثالثة عشر المتطوع أثناء قدر التدريب أو عمله ستبة الضبطية القضائية أما المادة الثالثة عشرين فقد نظمت مجازات المتطوع التأثنين أو محاكمته أمام المحاكمة العسكرية وقررت المادة واحد عشرين سريان قانون قوات الأمن العام على المتطوع خلال بترة تدريبة أو عملة كما لم يرد مش أنهي نصهم يعرض القانون أو القرارات الصادرة تنفيذ مكتوبة وتضمن المادة لعشرين نصر باعتماد المالي لتقدير التنفذات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وألزمت المادة الثالثة عشرين وزير داخلية بإستارة قرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأخيرا جاءت المادة 24 تنفيذية تتعلق بالجهات المنطبة لها تنفيذ أحكام هذا القانون وتاريخ بدأ العمل به لما برد من أحكام ويأدف مشروع القانون للتنظيم أحكام تطوع الاختياري لخدمة الأم العام وذلك لتنفيذ الشراكة المجتمعية لتحق قصة للمشتركات من الجهود الأهلية بخدمة الأم العام وترى اللجنة أهمية من مشروع القانون وذلك لأنه يشكل دعما لقوات الأمن العام المسألة لها أثناء تأذيتها وعجباتها وعسوبياتها وأنه يأتي بدافع الولاء والانتماء الوطني ومنطق الإمام بالشراكة المجتمعية ومسؤولية الاجتماعية المشتركة بين أفراد الوطن المقبلين على التطوع لخدمة قوات الأمن العام التوصية الليلة معالي الرئيس الموافقة من حيث المبلغ على مشروع القانون لشان التطوع لخدمة الأمن العام والقناة المجسسي الموقع شكرا جزيلا نبدأ بإعطاء الكلمة لطالبي الكلام الدكتور جهاد الفاضل شكرا معالي الرئيس أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير والشكر أيضا موصول للجنة الشؤون الخارجية على سرعتهم في إنجاز هذا التقرير التطوع معالي الرئيس هو سلوك إنساني واجتماعي وحضاري وكلنا لاحظنا لما ناقشت السلطة التشريعية مشروع قانون القوة الاحتياطية بقوة الدفاع وكيف كان حماس ونقاش المواطنين ورغبتهم للمشاركة كتفا بكتف مع أخوانهم بالجيش واليوم مع هذه الأزمة أزمة كورونا لما انتتح باب التطوع شفنا أيضا أن العدد الكبير الذي سجل وهو يقدر بأكثر من 30 ألف شخص خلال أيام قليلة حتى ينضمون للحملة الوطنية في مختلف المواقع طبعا الكل يريد تلبية النداء هذا هو شعب البحرين وهذه شيم هل البحرين معاني الرئيس البحرين دائما تعطي نموذج مؤسسي يقتنى به الآخرين قبل شم شهر احتفلنا بمأوية الشرطة وهذا يدل على عراقة التنظيمات الأمنية عندنا بعد عقود من إقرار هذا القانون ستأتي الأجيال المقبلة وتتحدث عن ريادة مملكة البحرين في إقرار قانون للتطوع لخدمة الأمن العام لأن طبعا التطوع ما زال في بلدان أخرى مكتصر على الجمعيات الأهلية والأعمال الإنسانية لكن عندنا في البحرين الدولة هي الراعية وهي المنظمة لتطوع والمؤمنة لحق المتطوع وميزان هذا الحق بيد رجال مخلصين من وزارة الداخلية يقودهم وزير بار بقسمه وواجبه الدستوري واستحق عن جدارة وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى معاني الرئيس المرحلة الأولى من تطبيق هذا القانون مثل ما اذكروا الأخوة من نزارة الداخلية أن تكون بفتح باب التطوع بالدفاع المدني هذه خطوة مهمة لأنها تكسب المتطوع إن كان مواطن أو مقيم المهارة والخبرة اللازمة بخطوات الوقاية المدنية من الحوادث والإسعافات الأولية والإنقاذ وغيرها وشفنا مؤخرا نجاح المبادرات الأهلية التطوعية لتعقيم المناطق وهذا طبعا كان بترتيب وإشراف وتدريب رجال الدفاع المدني هذا هو سر نجاح المسؤولية المجتمعية بين الفرد ووزارة الداخلية طبعا كل الشكر لوزارة الداخلية والحكومة الموقرة على التقدم بهذا المشروع خاصة في هذه الفترة المحرجة شكرا معنا الرئيس شكرا جزيلا الأخت دلال جاسم عبدالله الزايد تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا مع الرئيس شكر موصول أيضا إلى رئيس وعضاء اللجنة الشؤون الخارجية طبعا أنا اتفق مع مشروع القانون وأؤكد على مسألة تنظيم التطوع في مملكة البحرين أيضا أشكر اللجنة هي بعد توافقت مع هدد من الأمور التي تضمرتها تقرير اللجنة المشريعية والقانونية وخاصة فيما يتعلق فيه المادة 17 من مشروع القانون بالإضافة والمادة الرئيسية معنا الرئيس أننا نؤكد أن مضامين وأحكام التي تناولتها مشروع القانون جاءت بتوصيف للمتطوع على أساس أنه يكون في حكم الموظف العام التابع لقوات الأمن العام خاصة بحسب طبيعة الاختصاصات والمهام التي موكلة إليه وأيضا في حدود الحقوق والواجبات والالتزامات المتبادلة ما بين الطرفين في إطار تنظيم عمل التطوع وعليه يعني إحنا أطلب بعد أن نسمع لوزارة الداخلية في هذا المجالب تأكيدا على هذا التوصيل فيما يتعلق في الحكم المتطوع طبعا نتقدم أيضا بالشكر لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله على جهود الشخصية وجهود أيضا قوات الأمن العام لأنهم في ظل الأزمة الراهنة تجاوزون حتى المهام الموكلة لهم كأفراد من قوات الأمن العام بمساعدة الطواقم الطبية وذلك حسب ما أفصح عنه من خلال اجتماعاتنا من خلال أيضا الأعمال التي نرصدها يعني أنا حبيت في هذه الجزئية أن نبين أن هذا التنظيم فعلا كنا نحن في حاجة لا على أساسنا هو ينظم تلك العلاقة ويوطد أيضا مسألة الحقوق والالتزامات على أساس أنها تكون على بينا في هذا التعاقب شكرا مع الله الأخ جميل سلمان تفضلي أبتدي طبعا كلامي بقول الله سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خيرا له طبعا العالم بين فترة وفترة لا شك أنه يمر بأزمات أو كوارث سواء كانت طبيعية أو كانت بسبب بشري والدول الآن تدرك بأن موضوع التطوع جدا مهم وهي من الأمور الهامة اللي تساهم مع الدولة في إدارة الأزمات والكوارث فلابد نحن نشوف أن المجتمع ياخد دوره ويكون داعم لأجهزة الدولة بالتطوع وطبعا موضوع التطوع في البحرين ليس بالموضوع الجديد أو اللي يعني وليد اليوم موضوع التطوع في البحرين من سنين يعني من القرن الماضي ومن سنين طويلة والدليل إحنا عدنا هالعدد الكبير من المنظمات المجتمع المدني ومؤسسات مجتمع مدني لها تاريخها العريق في موضوع التطوع طبعا مؤسسات مجتمع المدني لها تاريخ عريق في موضوع التطوع والمجتمع البحريني من طبيعته والحمد لله لديه وعي وانتماء ورغبة حقيقية وإحساس بوجوب خدمة الوطن والدليل إنه من تم فتح باب التطوع انت انضم وسجل عداد كبيرة من المواطنين قد حسب تصريح وزارة الداخلية في جلسة النواب بأن العدد يعني تجاوز الثلاثين ألف الأمر اللي يتطلب أنه لازم يكون هناك في غطاء قانوني ينظم هذا العمل وطبعا هذا القانون لا شك بأنه بيقوم بتنظيم العمل التطوعي في خدمة الأمن العام بشكل جيد بيوظف القدرات وبيوظف المتطوعين وبيعدهم الإعداد المطلوب طبعا هذه التجربة أو هذه القوانين نحن يعني في كثير من الدول والقوانين المقارنة لديها قوانين تقريبا بنفس الموضوع تنظم عمليات التطوع منها مثلا التجربة الأردنية وفعلا حاليا قاعدين يطبقون عندهم قانون قديم الآن طبعا هذا القانون أثبت حاجته مع أزمة كارونا وقاموا فعلا يطبقون هذا القانون على أرض الواقع أيضا الكويت عندها قانون من ضمن قانون الأمن العام يتكلم عن موضوع التطوع فالتجارب الدولية كثيرة نحن طبعا عندنا قانون القوة الاحتياطية في مملكة البحرين ونحن كلنا نتذكر أن في 2019 مجلسنا أقار مرسوم بقانون رقم 20 بشأن القوة الاحتياطية وخصوصا تعديل المادة 10 التي طبعا يقابلها أحين المادة 9 من مشروع القانون التي تحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة 30% من الأجر المستحق الدكتور محمد علي حسن تفضل كما تعلم معالي الرئيس أن التطوع هو من الأعمال النبيلة الذي يحف عليها الدين وتحف عليها الأخلاق والثقافات المجتمعية وأنا متأكد معالي الرئيس أن هذا المشروع بقانون حال صدوره سيكون ناجحا إن شاء الله لما يتصب به شعب البحرين من محبة للخدمة العامة وما جغل عليه من صفات الحب التكاثل وحب الخير وما ينتبه تعبيل البحرينيون من كفاءة وخبرة في الكثير من المشارات سيكون هذا المشروع إن شاء الله أو يمثل دعما ومساندا لقوات الأمن وفي البيان بعملها على أكمل وجه الشكر الكبير للحكومة الموقرة وبالأخص وزارة الداخلية على تقديم هذا المشروع المهم في هذا الوقت لكن معالي الرئيس تمت مسألة تتعلق في رأيي بنظري بموضوع أو فلسفة التطوع التطوع كما هو معروف هو قيام الإنسان بأي عمل سواء كان بدني أو فكري أو مالي أو إلى آخره بدون مقابل فلسفة التطوع لغة واستراحة تقوم على هذا المبدأ وما نلاحظه معالي الرئيس أنه في ثنايا هذا المشروع وبالتحديد في المادة الخامسة هناك ذكر لكلمة مكافأة وفي المادة التاسعة ذكر أيضا لموضوع الراتب فأنا أتساءل التطوع من فهمه العام وفلسفته الذي يقوم على الاختيار أولا ومجانية لأن المفروض التطوع يقوم من غير مقابل هذه المواد الموجودة في القانون سواء المادة الخامسة أو التاسعة التي تنص على المكافأة أو الراتب اتباعا هل هذا يتناقض مع فلسفة التطوع؟ أنا أتمنى أن أحد من الاخوان في اللجنة أو مزارة الداخلية المرطرة أن ينورنا في هذا المجال وبطبيعة الحالة في الحتامة أنا من المؤهدين لهذا المشروع وشكرا جزيلا عن سيد الرئيس ممثلي وزارة الداخلية طالبي الكلام تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم سيد الرئيس السادة الأعضاء سعادة الأعضاء فجس شورى يشرفني ويسعدني أنهمت الأمامكم لمناقشة قانون التطوع وأنا كلي شكر وممتن لمشاعركم تجاه وزارة الداخلية والأعمال منوطة في وزارة الداخلية ومستعد آل والأخوان في وزارة الداخلية للإجابة على كل استفساراتكم أو أسئلتكم بس على سريعا على شام ما يأخذني الوقت بس تكررت مسألة المستوى التعليمي والجنسية فأحب أقول حق الأخوان والأخوات في مجلسكم والمواقع بأن هناك صرف تكون من ضمن المشروع لجنة للفرز يعني من ضمن أعمال اللجنة اللي هي فرزة للمتطوعين فقد يأتينا متطوع طبيب أو قد يأتينا طبيب أو يكون عامل فأحيانا نحتاج أحنا سواق لأعمال اللوجستية فهذه ما تحكمها مستوى تعليمي ولا جنسية إن كان السائق المتقدم للتطوع هو سائق بحريني أو كان جنسية أخرى كذلك إذا كان المتطوع على مستوى أن يكون طبيب فهذه لا تحكمها الجنسية ولا يعني التعليم أنه يكون طبيب فيعتمد على لجنة الفرز راح تشوف المتقدمين وسوف تضعهم كلهم على مستوى تخصصهم بالنسبة حق الراتب والمكافأة طبعا أحب أبين لمجلسكم المواقر بأن إذا كان المتقدم لا يعمل أو طالب فالمكافأة هي الليلة مرسودة لك أما إذا كان الشخص المتطوع فهو موظف أذكر المشروع لأن هناك نسب مؤوية سوف تتحملها وزارة الداخلية ونسب مؤوية صاحب العمل وطبعا هذه في الحالات اللي يكون القصوى اللي يكون فيها التطوع يأخذ زمن طويل أما إذا كانت فترة بسيطة من الزمن فإحنا القانون راح يتحملها أشكركم مرة ثانية وأكون حاضر أمامكم لأي استفسار أو أي سؤال آخر وشكرا دكتور منصور صرحان أمامنا اليوم مشروع قانون له خصوصيته وأهمية الفئة نواح لأنه يتعلق بالتطوع لخدمة الأمن والواقع معاه الرئيس أن الشعوب المتعلم والمتحضر هي التي تعي أهمية التطوع وتؤمن به من أجل خدمة البطن والإطفاع عام تجسيدا لعقيدة الولاء والإنتمال للبطلاة وجميع تلك الصفات تنطبق على جميع ابناء المجتمع المحرين معالي الغيس إذا كان إذا كان المئام بل للآلاف من أبناء المحرين الغيارة من أطباء وممرضين وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى تسابق لتطوع لمكافحة فيروس كورونا لمساندة الدولة في التصدي لهذه الجائحة فإن التطوع لخدمة الأمن لن يقل حماسة من قبل المواصل باعتبار باعتبار الأمن هو النكيز الأساسية للحفاظ على الوطن ومكتسباته الأمر الذي يجعل الموافقة على توصية اللجنة أمر مفروغ منه فهو تحصيل حاصة باعتبار الموافقة على التوصية من قبل أعضاء المجلس المواقب واجواً وطني والتزاماً قيمي وأخراق وشكراً سيد الرئيس شكراً جزيلاً الأخ صادق الرحمة توضل شكراً معي الرئيس سعد الله صباحكم بكم الخير معي الرئيس أضم صوتي بلا من سبقوني من الزملاء الكرام في مجلسكم الموقر بالإشادة بأهداف هذا القانون وما يتضمنه من معاني سامية حيث أن تطوع الخدمة الوطن هي أسما وأرقى عمل يقدمه الفارد في بلده في أي مجال سواء كان المجال الأمني أو المجال الصحي أو الاجتماعي أو غيره ونحن ولله الحمد في مملكة البحرين نفتخر أمام شعوب العالم بمحبتنا وتسابقنا للعمل التطوعي لخدمة البحرين ولا أصدق من هذا القول معاني الرئيس إلا الأعداد الكبيرة التي تطوعت مؤخرا للعمل في الصفوف الأمامية ضمن فريق البحرين لمواجهة وباء الكرام معاني الرئيس إنه شرف كبير لكل متطوع أن يكون له دور في تعزيز الخدمات الأمنية التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين على حد السواق ويأتي هذا القانون لتنظيم هذه العلاقة الدعاقدية بين الوزارة والمتطوع وأنا من هذا المنبر أريد أن أشكر الوزارة ووزارة الداخلية وعلى رأسها معالي الوزير التي أتاحت الفرصة لكل من يرغب في المشاركة في الخدمات الأمنية الجليلة التي تقدمها الدولة شكرا معاكم رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز العجمان نتفضل أخي عبدالعزيز بسم الله الرحمن الرحيم معالي الرئيس والأخوة جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكركم بداية على موافقتكم على هذا المشروع المبارك الذي يخدم الوطن والمواطنين في ظل قيادة السيد صاحب الجلالة الملد حمد بن حساء الخليط حمد ورعا وما أشكر فيه أن بعض هذه التساهلات التي طرحها ما هي إسراء للنقاش ولكن الموضوع أو هذا المشروع لا يحتاج أن يعال إلى النجمة بالنظر في مواد لكون أن هذه الحوار المادية هذه بكرمة وتشجيء من ولاة العمل للذين لا يعملون أو الذين فيه حاجة إلى ذلك فلا أعتقد أن هذا يتعارب مع التفوق والقدمة المتفوق لا ننظر إلى مثلا الرؤية القربية التي لا ترى بذلك شيء ولكن نحن كمجتمع متكامل ومتكاتف أثبتنا قدرتنا وكفاءتنا بدون هذا الشيء حتى فمبالك لما يحتيها لحافظ ومكرمة من جلالة الملد حوض الله ورعاه القائد الأعلى لحفظ الأمن والأمان وتشجيع الناس والمواطنين والمقيمين على خدمة هذا الوطن فأردوا من مجلسكم الموقع شاطرا ومقدرا لكم الموافقة على هذا المشروع الذي يخدم المصرحة الوطنية سلامة الوطن من سلامة المواطن من سلامة الوطن في خدمة الوطن وأشكر كذلك معالي الأخر الشيخ خالد معالي الشيخ طاشد بن حبد الله على الخليفة الفديق الركن وزير الداخلية على هذا المشروع ونتمنى إن شاء الله أن يرى هذا المشروع النور قريبا وشكرا معك شكرا جزيلا الأخ جمع الكعبي تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا معالي الرئيس والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجن معالي الرئيس التطوع مطلوب على كل مواطن قيور على بلده لأن هذا واجب المناب على الجبيل ولو إن كل إنسان مواطن منذكر ونذى ومخلص الذي قام بهذا الواجب يعتبر شيء بسيط يقدم وأنا مع الرئيس أتفق مع قرار اللجنة وشكرا مع الرئيس شكرا جزيلا الدكتور ابتسام الدلال تفضلي شكرا معالي الرئيس والشكر موصول إلى وزارة الداخلية ورئيس وأعضاء اللجنة الموقرين أسعد الله صباحكم بكل خير إن خدمة الأمن العام طبعاً هي واجب وطنية 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 بالمتياز والقانون المطلوب والمعاني السامية التي تضمنها يؤكد كثيراً المشاركة الاجتماعية أنا برأي لي رأي آخر عن زملائي حيث أن جميع الشباب البحرين يجب أن يكون لهم شرف القيام بعد الخدمة كل في مجاله ولسن معين وبذلك تضمن الدولة الاستمرارية كما نضمن أن يكون شبابنا أقوى ساعداً وأعتقد أنه آن الأوان للتفكير بالخدمة الإجبارية للأمن العام غير التطوعية ومن جهة أخرى فإن التطوع طبعاً يحمل دائماً في جنراتية أهداف سامية ولا يجوز أن يربط بالعائد المادة قد يربط بالمكافأة ولكن أن يربط بالراتب فأعتقد أن هذا الموضوع كما جاء في المادة الخامسة والمادة التاسعة أعتقد أنه نحتاج أن نعيد النظر في ذلك بنسبة لإشراك المكلمين فإن لدي بعض التحفظ على مشاركة المكلمين الأجانب وليس العرب لأننا نحتاج دائماً خلال خدمة الأمن العام السامي أن نؤكد على ثوابتنا الثقافية والتاريخية واللغوية لذا أود أن يعود القانون إلى اللجنة للبزيد من الدراسة وشكراًا أتصاب بأن ممثل وزارة الآخرية كفه ووفه في هذا الجانب كنت فقط تتحدث في عجالة جداً عن موضوع الراتب لا يوجد تعارض لأن هناك انقطاع للعمل وهناك حقوق ترتب كذلك للمتطوع وأعتقد بأنها بادرة جيدة مشجع المتطوعين وأنا متأكد بأن أي واحد فينا أكيد سيتطوع حتى مجاناً الأمر الأخير فيما يتعلق ليس 21 وليس 18 سنة أعتقد بأن الإجابة أيضاً يعني بيّنها سعادة لواء محمد محمود لأننا نحن نتحدث عن الحقوق المدنية وبالتالي الحقوق المدنية والسياسية لا يكتسبها الشخص إلا بعد أن يبلغ 21 عام وأعتقد لأن سن 21 فيه إصابة كثيرة عن أنه مداخلتي بدعوة الجميع أكيد وأنه واثق للموافقة على هذا المشروع لكي يرون شكراً مع شكراً جزيلاً الأخ مقرر اللجنة الأخ عبد الرحمن جمشير ممكن شكراً سيد الرئيس سيد الرئيس أنا اتفق مع الأخ دكتور عبد العزيز العجمان رئيس اللجنة أن هذا التغرير يجب أن يوافق عليه أو التصويت عليه في هذه الجلسة لأن نحن في حالة التوافق على مجلس النواب وممثل الحكومة على هذا القانون وعلى بواد هذا القانون وأن جميع الملاحظات الأخوة والأخوات الأعضاء قد تم الإجابة عليها من قبل ممثل الحكومة وسوف تثبت هذه الملاحظات في مضبطة الجلسة وهي سوف تكون طبعاً إذا كان في مجال في مستقبلاً مستقبلاً أن نعدل على هذا القانون إذا شفنا عقبات سوف نقوم بتعديل عليه يعني التوافق مع مجلس النواب هو ضروري والتوافق والموافق على هذا القانون في هذا الوقت هو من الضروريات القصوى لأننا نحن في توافق مع مجلس النواب وعندما نعدل عليه في اللجنة ونرجعه كذلك إلى مجلس النواب سوف يأخذ وقتاً طويلة من عنه بأزمة الكورونا يجب أن يعني يرى هذا القانون شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً الأخ حمد مبارك النعيمي تفضل بداية أشكر جميع الأخوات في مداخلات تم الداعمين لهذا المشروع وأخذ كذلك أخي الدكتور عبد العزيز العجمان رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة أيضاً سيد الرئيس لن أدخل في تفاصيل المواد فقط عندي توضيح لبعض الأخوة اللي عندهم ملاحظات على بعض التساؤلات واللي ذكر أن يرجع اللجنة واللي أحب بيّنهم أننا كلجنة جلسنا على الأخوة في وزارة الداخلية مشكورين أعقوا كل التفاصيل اللي أمامكم الآن الشيء الآخر أن هذا الغانون أتى من الحكومة وتحديداً من وزارة الداخلية بجميع تفاصيل فوزارة الداخلية ملمة كل الألمان كل النقاط اللي تفضلت بها الأخوان وكل الهواجس اللي ذكروا فكل هالأمور عندهم لها جواب وأحنا الآن في ظروف تتطرب أن نحنا نقر هذا المشروع ونوافق عليه ووزارة الداخلية بالسرعة الممكنة وتمشي فيه لذلك أرجو من جميع الأخوة أعضاء المجلس الموافق على هذا المشروع لأن الآن نحن في مملكة البحرين بحاجة لهذا المشروع وليس هناك أي تخوف مثل ما ذكر بعض الأخوان بالنسبة للأمور المالية لأنها كلها مقطاة من قبل الشؤون الغانونية في وزارة الداخلية وشكراً سيد الأخ فيصل النعيم يتفضل أنا ما راح أعيد بعض الأمور اللي ذكروها سعد العظام لكن يعني ليش نربط التطوع لما في لهم كفاء يعني ليش نقتجي الدول يعني إسلامية لنعملها تطوع خدمة اجتماعية يعني هذا كرم عربي إذا كان البحرين ممثلت الوزارة الداخلية راح تعطي مكافأة فهذا كرم يعني هذا ما لا خص في التطوع يعني هذا هو برغبة منه وشخصية سواء ولا في صلة رسمية بين وبين المؤسسة أو الوزارة اللي راح تطوع يعني ما يقدر يلزم الوزارة بأي شيء فإذا عطيتها مكافأة أو راتب فهذا كرم من البحرين من وزارة الداخل يعني والتطوع هذا بضنص فرآني نحن لازم نلتزم فيه لازم يكون بدون مكافأة أو بدون راتب أو بدون هذا يعني عمل تنضعي فإذا عطينا مكافأة للشخص لتطوع فهذا يعني كرم من الوزارة ومن الدولة وبالنسبة بعض الأعضاء المعتربين على مسألة التطوع يعني فيه شيء ما حد كرم اللي هو الإصابة العمل في التطوع بعد نزارة الداخلية والدولة اكفلت الإصابة العمل للمتطوع فهذه الأشياء يعني أنا ما عرف معالي الرئيس ليش فيه اعتراض على ما يرجع التقريب للدولة أنا أتمنى من العباد تصلي لأن هذا يخدم الدولة ويخدم المواطن هذه ما رح يخدم موزارة الداخلية يخدم مصالحها هذه رح يخدم البحرين ويخدم المواطنين البحرين فهذا حين يعني تستعيد بهالقانون أحنا يعني الرجع اللجنة أنا أتمنى من جميل العباد التصويت بشكل ما يوسط الأخر رضا منفردية تفضل أنا ما بزيد على ما يقول بسم دائلا فقط أني تطوع شيء نبيل وشرف لكل مواطن أن يخدم هذا البلد البلد اللي قدم الكثير لنا وفي هالأزمة أزمة كورونا كان آخر مثال على ذلك ما قدم هذا البلد لنا من المساعدات والأسهلات للمواطنين ولمقيمين ومثل ما أسموه الشيخ ناصر تفضل وقال في الفيديو اللي نزده في السوشيال ميديا أن جلالة الملك باع كل شيء وشارة سلامتكم فهذه أحب أقدم الشكر الجزيل لقيادة الرنشيدة وعلى رأسه جلالة الملك والفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا بقيادة سموش الشيخ سلمان بنحمل الخليفة وولي العهد طبعا هالأيام شفنا الإقبال الكبير اللي صار على حملة فينا خير الذي يطلق اسمه الشيخ ناصر وهذه أعطانا شرف المساهمة في التصدي لبيروس كورونا وأن نكون شعب متلاحم مع القيادة طبعا هذه الحملة أثبتت لنا ماذا تلاحم الشعب مع القيادة والقيادة مع الشعب وردت الفعل الإيجابية اللي شفناها من كافة عظام المجتمع من أفراد ولا شركات لغنوب ففي النهاية بس حبيت أقول أن من السهل الواحد يكون متفاعل في الأوقات السهلة واللي ما فيها تحديات ولكن ولكن في الأوقات الصعبة اللي فيها تحديات إيه هني تبين المعادة الشعوب والقيادات والحمد ولله الحمد أن البحرين في هالوقت أثبتت قيادة وشعبا أن معدنها من ذهب شكرا مع الرئيس إذن الموافقون على مشروع القانون من حيث المبدأ أغلبية موافقة شكرا ندخل الأخ المقرر طبعا القانون مكون 24 ما أرجو يعني مثل ما توافقنا على تغليل اللجنة أرجو أن أتوافق على مشروع قانون رقم في سنة بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم 41 سنة 2019 بسمى المشروع الموافقة على المسمى كما ورد في مشروع الموافقون على مسمى المشروع حسب توصية اللجنة أغلبية موافقة شكرا الدباجل الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة وتعديلاته بعبارة المعدل بالمرسوم بقانون رعوم 69 سنة 2014 الدباجة حسب توصية اللجنة الموافقون موافقة بالإجماع شكرا الموافقة الموافقة على قرار بكس النواب بالآتي تعديل عبارة المدنيين المقبولين الواردة بتعريف المطاوء تصبح المدني المقبول تصحيح الخطأ الإملائي بتلمة الأعمال الواردة بناء تعريف الجهات تصبح الأعمال على كل الموافقون على المادة الأولى حسب توصية اللجنة بالتوافق مع مجلس النواب أغلبية موافقة المادة رقم اثنين الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون الأخ جمال فخره له مداخلة تفضل شكرا سيد الرئيس سيد الرئيس في المادة رقم اثنين في الحقيقة أعتقد أنه يعني فيها من الصياغات الكثيرة التي ربما جاءت بشكل ربما عام وإنشائي ولكن ملفة انتباهي هو الفقرة تقول بدافع الولاء والانتماء للوطن نحن الآن سمحنا في المادة الثالثة للأجانب فما عرف مدى توافق هذا النص مع نص المادة الثالثة عندما نسمح للأجنبي أن يكون متطوع كيف سنحقق حدف الانتماء الوطني لهذا الأجنبي معروف الأجنبي سينتمي إلى وطنه إلى البرد الذي هو جاء منه والبحراني سينتمي إلى وطنه فالسؤال لماذا الإبقاء على هذا النص أو يعني صياقة هذا النص في هذه المادة طالما يجوز أن يكون بحريني الجنسية ويجوز قبول المقدمة المقيمين فطبعا الولاء لا شك أنه صرف إلى المخاطب الأساس وهو المواطن ثم عندما نأتي إلى قضية المقيمة متفضل الأخوين سالة الوكيل وسالة اللواء أن فعلا هناك عرفان وامتنان من الناس وهذا يعني يعتبر ولاء ليس لوطن ولكن هو ولاء لمصدر رزق ريما كان اللي عاشوا فيه بأمان وأكثر من ثلاثين سن فأعتبر النص هذا لا شايفة فيه لأنه يخاطب الفئة الأكبر من المخاطمين بهذا القانون وهو المواطني شكرا جزيلا الأخوان علي العرادي تفضل شكرا معالي الرئيس معالي الرئيس نتفق تماما مع ماذا إليه السادة ممثل وزارة الخارجية وكذلك سعادة وزير الداخلية ما تعلق بأن الأصل هو المواطن ولكن أريد أن أضيف جزئية أعتقد بأن وإن كان القانون قد حدد جملة من الأسباب الداعية للتطوع جزء منها قد يكون الولاء أو الانتماء جزء الإمام بالشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية المحافظة على الأمن الوطن ومتلكات إلى آخر أو قد تكون مجتمع ولكن أنا فقط أريد أن أضيف جزئية أخرى من قال بأن غير المواطن ليس له ولاء لهذا الوطن نحن لا نتكلم عن الولاء المزدوج نحن لا نتكلم كذلك عن الإيمان بالانتماء لهذا الوطن الأجنبي المقيم هنا في هذا الوطن يكون له كذلك شعور بالانتماء لهذا الوطن الانتماء هنا هو ليس الانتماء الوطني هو الانتماء إلى مكان قام فيه أحبه يعني رب فيه أطفاله تعلم فيه عمل فيه إلى آخر ذلك هذا الانتماء للوطن لا أعتقد أنه فقط ينصرف على المحلانين وينطرف على الجميع مع ذلك المعنى لم تحدد بأن الولاء فقط والانتماء فقط ولكن أورنت جملة من الأمور التي قد تكون دافئة لهذا المتطوع تنطبق جميعها على البحريني وينطبق بعضها على غير البحريني ومع ذلك لاجب أن المادة تحتاج إلى أي تغيظ شكرا مع الرئيس خارض المسقاطي شكرا مع الرئيس مسكرا وخير مع الرئيس لما أنا أقرأ المادة واجد فيها جوازية قبول المتطوعين والتي تعني على حساب ما جاء في المادة الثالث تعني بالمواطر المحريني خاصة نحن قرأنا اليوم المادة الثالثة وهذا نرجح به يتفضل فيه سعد الشيخ ناصر والأخ محمد محموم أنا أنا ما أتي المادة الثالثة أتيت بشرف لقبول المتطوع أن يكون بحريني الجنسية وتفكي عنا على أنه يشترط لقبول المتطوع أن يكون بحريني الجنسية ولكن ذكرت نفس الضغط جوازية قبول المقيمين بمملكة البحرين في العالات ووفق شروط شروط تحدد بقرار بين الوزير صار الشخص الذكر هناك فيه موجود من يستحق أن يكون هو فعل مطوع وإن كان ليس ببحريني وهناك موجود عندنا موجود نوع من الطبال بأن وجود نوع من الشروط الذي تزلق أصدر بقرار من المعالي وزير الداخلية سيعقين فعلا اختيار مشخاص الذين هم يستحقون أن يكون عندهم شر التضوع ولكن هناك موجود فيه أي نوع من التناقض بين المادة والمادة 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 وبعكس فيلك روح واعقد لما كما جاء المفكر عليها هو على كل الموافقون على المادة الثانية حسب توصية اللجنة أغلبية موافقة تفضل لخمقرر المادة الثالثة أخ عبد الرحمن جمشير الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون الموافقة على المادة كما ورد في مشروع القانون حسب توصية اللجنة الموافقون الموافقة بالإجماع تفضل أخ عبد الرحمن المادة الرابعة الموافقة على نص المادة كما ورد في القانون الموافقون على المادة الرابعة حسب توصية اللجنة كما ورد في مشروع القانون موافقة بالإجماع تفضل المادة الخامسة الموافقة على قرار مجلس النواب بالآتي واحد تعديل عبارة عقد العمل التطوعي لتصبح عقد الخدمة التطوعية اثنين تصحيح الخضاء الإملاعي في أن لا لتصبح ألم لا يوجد نص المادة بعد التالي الموافقون على المادة الخامسة حسب توصية اللجنة أغلبية موافقة شكرا الأخ عبد الرحمن جمشير المادة السادسة المادة السادسة الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون الموافقون على المادة السادسة كما ورد في مشروع القانون أغلبية موافقة شكرا عن الذي بعدها المادة السابعة الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع قانون الموافقون على المادة السابعة أغلبية موافقة تفضل أخي عبد الرحمن المادة الثامنة الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون الموافقون موافقة بالإجمع تفضل المادة التاسعة الموافقة على قرار مجلس النواب بعادة صور نص المادة على النحو الآتي نص المادة بعد التعديل تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتف والمزايا الوظيفية للمتطور وذلك خلال فتر التدريب أو العمل التطوري وذلك دون الإخلال بأي من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين باك تتحمل الوزارة والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة 30% من الأجر المستعق للمتطوع العامل لديها وذلك خلال فترة التدريب أو العمل التطوعي وتتحمل الوزارة صرف باقي الأجر وفي حالة استمرار العمل التطوعي قائما بمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الوزارة صرف كامل الأجر بالمتطوع عن المدة التي تزيد على ذلك وذلك دون الإخلال بأي من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين وتحتسب مدة التطوع ضمن مدة خدمة المتطوع الفعلية بجهة عمله الأصلية سواء في الجهات الحكومية أو الإطاع الأهلي الأخ جمال فضل شكرا سيد الرئيس عندي في الحقيقة استفسار بس فيما تعلق بموظفي الهيئات وموظفات الخاصة وأصحاب الأعمال من سيتحمل اشتراكات التأمين الاجتماعي؟ هل أيضا ستكون نسبة تناسب بين الوزارة وصاحب العمل؟ أم ستحملها بالكامل صاحب العمل؟ أم ستحملها بالكامل الوزارة؟ أنا أتكلم عن حصة صاحب العمل في الاشتراك وليس حصة ألوان منعلي شكرا الأخوة في الداخلية هل فيه جواب؟ نفس المادة تأسعة عمرك البنغة تتحمل الهيئات والمساسات وصحاب الأعمال نسبة 30% من كده في تالي حتى في المدة أكثر من سنة في تالي راح تتحملها الوزارة قامل 30% من مدة سنة فقط في إيمان وفي مكان لاحق العمل يذكر أن الوزارة راح تتحمل تبنيع هذه النفاقات سواء الاشتراكات للتأمينات الإجتماعية أو صندوق التقاعد الوزارة هي من تتحمل النفاقات والتأمينات والاشتراكات ما شابقها الأخ محمد سؤال الأخ جمال في السنة الأولى 30% اللي يتحملها صاحب المؤسسة سيتحمل أيضا نفس النسبة في التأمينات؟ بتكون العملية نسبة وتناسب؟ تعطى عمرك النص واضح ما اشترك أو ما وضعتها لتابع التأمينات السنة الأولى على صاحب العمل تابع العمل خاص بالـ 30% فقط على ذلك من اشتراكات ومن باقي قرارات ما شابق كلها ستتحمل الحكومة لأن هذه الحكومة من الحكومة المؤسسة ويجب أن يضار لا المؤسسة ولا الضرع المداني صاحب ربك العمل وتتحمل الحكومة طالما هي صاحبة الفائدة من مجهود المتطوعة وهي من المفروض عليها المتطوعة والنص مشابه للنص فانون كتب الإجباري في فانون أخوة تفاعد الحكومة فالحكومة رح تتحمل حتى أول سنة الأرض شكرا جزيلا الأخ المقرر قال المادة التاسعة حسب ما قراها لكم بالتوافق مع الأخوة في مجلس النواب الموافقون أغلبية موافقة الأخ المقرر تفضل لك عبد الرحمن المادة العشرة الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون الموافقون على المادة العشرة كما ورد في مشروع القانون موافقة إجماعية شكرا اللي بعدها المادة العشرة الموافقة على قرار مجلس النواب الآتي واحد تقديم كلمة تعويض الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة لتصبح بعد الفعل يصرف يصرف اثنين استبدال كلمة القوانين بكلمة القواعد الواردة بعد كلمة الأهل بالفقرة الثانية من المادة نص المادة بعد التعديل يصرف تعويض المتطوع بحالة إصابته أو وفاته إثناء العمل التطوعي أو التدريب أو بسببه وتطبق على المتطوعين من الموظفين في الجهات العقوية أو العاملين في القطاع الآلي القوانين والأنظمة المعمول بها ويكون تعويض المتطوعين من خيرهم أفقاً للقواعد التي يحددها الوزير في هذا الشهد على أن يراعى في تغدير التعويض في هذه الحالة ألا يقل عن تعويض الضوءين من الموظفين أو العاملين المشاهد إليه الموافقون على المادة داعش حسب توصية اللجنة بالإجماع تفضل المادة 12 المادة 12 الموافقة على قرار مجلس النواب تصحيح الخطأ الإملاعي في كلمة يؤدي الواردة في إجاية نص المادة تصبح يؤدي نص المادة بعد التأديل يؤدي المتطوع لمرة واحدة اليمين التالية أبل مباشرة العمل أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أكون وفياً للبحرين وأميناً على حقوقها مخلصاً لملكها المعظم مطيعاً لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إلي من رؤسائي محافظاً على شرفي وسلاحي مؤدياً أعمال وظيفتي بالصدق والأمانة محترماً قوانين البلاد وحقوق الناس والله على ما قول شيء الموافقون على المادة الثانية 10 حسب توصية اللجنة بالإجماع تفضل لبعادها المادة 13 الموافقة على قرار مجل النوار لتصحيح الخطأ الإملاعي في كلمة إختار الواردة في البند 8 حسب إختار وكلمة الإتيان الواردة في البند 9 حسب الإتيان نص المادة بعد التعديل تكون واجبات والتزامات المتطورة على النحو الآتي واحد تلبية استدعاء للتدريب أو العمل في أي وقت يطلب منه ذلك اثنين عدم الامتناء عن التدريب أو العمل المكلف به أو برفض الاستمرار بغير العمر المقبول ثلاثة الالتزام بإبلاغ الإدارة بأية تغييراته تطرأ على البيانات والمعلومات الشخصية له السابق تسجيله أربعة الالتزام بالجدية والصدق والأمانة وعدم اتيان أعمال منافية للقيم الإنسانية والأخلاقية أو للعمل التطوعي خمسة عدم الإدلاب بأي تصريحات لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة ستة المحافظة على كل ما تسلمه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة والالتزام بردها عند تنكي العمل التطوعي سابعا عدم إفشاء أو إفضاء الأسرار أو المعلومات التي يؤتمن عليها أو تصل إلى علمه أو المعلومات أو الإضاحات أو البيانات أو الإحصائيات المتعلقة بالمسائل السرية أو التي ينبغي أن تظل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة حتى بعد انتهاء التطوع ثم عدم الاشتغال بالتجارة أو بالصناعة دون إختار الإدارة لذلك سواء باسمه أو باسماء أخرى تسعة عدم الإتيان بأي عمل يتنافى مع كرامته بالتطوع لخدمة الأمن العام عشرة عدم ممارسة أي عمل من الأعمال السياسية أو يباشر أي دعاية انتخابية دون إذن كتابي من الوزير داعش لا يجوز نتطوع أن يعقب زواجه دون إختار لدارة بذلك الموافقون على المادة 13 حسب توصية اللجنة موافقة بالإجماع تفضل المادة 14 المادة 14 الموافقة على نص المادة كما وردنا في مشروع القانون الموافقون على المادة 14 حسب توصية اللجنة أغلبية موافقة تفضل المادة 15 الموافقة على قرار مجلس النواق بالآتي واحد تعديل عبارة عقد العمل التطوعي تصبح عقد الخدمة التطوعية اثنين حد كلمة المتطوع من البد رقم 4 نص المادة بعد التعديل يتم إعفاء المتطوع بالحالات الآتية واحد إذا تقدم بطلب إعفاء من التطوع وتم قبول طلبه اثنين إذا تعارضت حالة الصحية مع متطلبات العمل التطوعي ثلاثة إذا أتى سلوكا يتنافى مع مقتضيات العمل التطوعي أربعة إذا استغل صفتي بأعمال غير مشروعة خمسة إذا أجينا باعتكاب جناية أو جريمة مقلة بالشرق أو الأمانة أو الأداب العمل ويجوز للوزارة وفقا لدواعي المصلحة العامة إعفاء المتطوع وإنهاء عقد الخدمة التطوعية بأي وقت الموافقون على المادة 15 حسب توصية اللجنة الموافقون على المادة 16 حسب توصية اللجنة وكما ورد في مشروع القانون الموافقون على المادة 16 حسب توصية اللجنة وكما ورد في مشروع القانون بالإجماع تفضل المادة 17 الموافقة على قرار مجلس النواب بحد كلمة الأوسمة والمادة بعد التعديل يجوز للوزير منحب تطوعين الشهادات التقديرية والأنواب نظير الأعمال التي تتسم بالبطولة والشجاعة والإقدام أو التضحية والفداء أو التمييز في العمل الموافقون حسب توصية اللجنة المادة التي بعدها المادة 18 الموافقة على نصر المادة كما ورد في مشروع القانون الموافقون على المادة 18 حسب توصية اللجنة بالإجماع الأخ المقرر المادة 19 الموافقة على نصر المادة كما ورد في مشروع القانون يعتبر متطوع إثناء فترة تدريبة أو عمله في خدمة الأمن العام من مأموري الضبط القضاء الموافقون على المادة 19 حسب توصية اللجنة بالإجماع المادة 20 المادة 20 الموافقة على نصر المادة كما ورد في مشروع القانون مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والتأتيبية كل متطول يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون قوات الأمن العام أو القرارات التي تصدر من الوزير يجازة تأتيبياً أو يحاكم أمام المحاكم العسكرية بالوزارة بحسب الأحوال إذن الموافقون على المادة 20 حسب توصية اللجنة الموافقة بالإجماع تفضل المادة 21 الموافقة على نصر المادة كما ورد في مشروع القانون يسري قانون قوات الأمن العام على المطورة خلال فترة تجريبه أو عمله بما لم يرد بشأن نصر خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له طيب المادة 21 الموافقون حسب توصية اللجنة بالإجماع تفضل المادة اللي بعدها 22 المادة 22 الموافقة على نصر المادة كما ورد في مشروع القانون ترصد الدولة لإعتماد المال اللازم ويدرج بند خاص في ميزانية وزارة الداخلية لتعطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الموافقون على المادة 22 حسب توصية اللجنة الموافقة بالإجماع المادة 23 الموافقة على نصر المادة كما ورد في مشروع القانون يصدر وزارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الموافقون على المادة 23 حسب توصية اللجنة الموافقة بالإجماع المادة 24 الموافقة على نصر المادة كما ورد في مشروع القانون على رئيس مجلس وزراء والوزراء كل من يخصر في أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي نشره في الجغيلة الرسمية الموافقون على المادة 24 حسب توصية اللجنة مادة إجرائية موافقة بالإجماع الموافقون على مشروع القانون في مجموعة موافقة بالإجماع أخوان راح نأخذ رأيكم في أخذ الرأي النهائي بصفة مستعجلة موافقتكم على أخذ الرأي بصفة مستعجلة نداء بالإسم الأخ الأمين العام تفضل الدكتور أبتسام محمد صالح الدلال موافقة الدكتور أحمد سالم عبد علي الأريض موافقة بسام إسماعيل إبراهيم بن محمد موافقة جمال محمد عبد الرحمن فخرو موافقة جمعة محمد جمعة الكعبي موافقة جميلة علي سلمان أحمد موافقة الدكتورة جهاد عبد الله محمد الفاضل موافقة جواد حبيب جواد الخياط موافقة حمد مبارك حمد النعيمي موافقة خالد حسين مهدي المسقطي موافقة خميس حمد محمد الرميحي موافقة درويش أحمد عبد الله المناعي موافقة دلال جاسم عبد الله الزايد موافقة رضى إبراهيم عبد الله منفردي موافقة رضى عبد الله علي فرج موافقة سبيكة خليفة أحمد الفضالة موافقة سمير صادق محمد البحارنة موافقة صادق عيد حسين آر رحمة موافقة عادل عبد الرحمن جاسم المعاودة موافقة عبد الرحمن محمد سيب جمشير موافقة الدكتور عبد العزيز حسن علي أبل موافقة الدكتور عبد العزيز عبد الله ناصر العجمان الدكتور محمد علي علي محمد الخزاعي موافقة الدكتور منصور محمد عبد الله سرحان موافقة مونة يوسف خليل المؤيد موافقة نانسي دينا إلي خضوري موافقة نوار علي عبد الرحمن المحمود موافقة هالة رمزي فايز موافقة ياسر إبراهيم محمد أحميدان موافقة يوسف أحمد حسن الغتم معالي الرئيس علي بن صالح الصالح موافقة موافقة بالإجماع شكرا معالي الرئيس إذن ناخد رأيكم النهائي على مشروع القانون الموافقون موافقة بالإجماع مشكورين أخوان مشكورين اليوم على الانتهاء من هذا القانون المهم ونشكر الأخوة في وزارة الداخلية سعادة الوكيل الشيخ ناصر وأيضا سعادة اللواء محمد بحمود على حضورهم وعلى إجاباتهم كما نشكر الأخ العزيز سعادة غانم البعينين وزير المجلسين الذي رافقنا طول هذه الجلسة أخوان قبل ما أختم الجلسة أعدكم تقريرين لوفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسوية والذي عقد في مدينة بجمهورية تركيا من 25 إلى 28 أكتوبر 2019 وأيضا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمكتر بحرين المشارف في الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسوية والجلسة العامة الثانية عشر للجمعية الذي عقد في إنطاليا بالجمهورية التركية في الفترة من 14 إلى 17 الحقيقة هذه هي تقارير فقط يعني لعلم المجلس إلا إذا هناك أي ملاحظات عليها فإذا ما كان أي ملاحظة فمشكورين اليوم على حضوركم ومشكورين على مشاركتكم ومشكورين على موافقتكم على مشروع القانون مشروع قانون التطوع وسنؤجل مثل ما قلت لكم ما تبقى من جدوى العمال إلى جلسة قادمة وإلى اللقاء والجميع إن شاء الله بخير وسلامة وكل عام من تجر موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة